اتمنى تعملوا اشتراك في القناة بتاعت الاوذنية يا رب كنت اللي اعمل اشتراك في القناة يا رب يدخل للجنة دي دعاء بنت جميلة وغلبانة من قرية في تركيا ودي صاحبتها امل عشرية عمرها واللي بتكون على طول جنبه وده الشيخ اللي بيخلص اي حد ملبوس من الجن اما ده بقى فهو رفيق جار دعاء شاب عنده اعاقة واخرص وبيقدر يشوف العفريت والجن وبيعمل اعمال وبيحضر العفريت كمان وما حدش عارف هو ملبوس ولا مخاوي ولا خدم لجن معين ولا اي حكايته بالظبط عشان بيكون في عفريت بينزل القرية في يوم وفاة بنت من القرية ورفيق بيكون ماشي قدامه في الشارع لحد ما بيوصل لبيت البنت وبيدخل العفريت بيت البنت وبعدين بياخد منها حاجة وبيمشي رفيق بقى بيحب دعاء قوي وشايل صورتها معاه على طول وعلى طول بيرقبها وكمان بيمشي وراها دايما بس في مرة دعاء بتشوفه وبتتخانق معاه وبتزعق له وبتشتمه رفيق بيزعل قوي وبيحضر الجن ابن العفريت عشان يساعده بيخلي دعاء تحبه واول ما بينزل عفريت القرية تاني رفيق بيشايله على بيت دعاء واللي بتكون قاعدة مع صاحبتها في بيتها والواضح كده ان العفريت بدور على بنت جديدة علشان يختصبها ورافيق بيساعده دعاء بتكون قاعدة مع صاحبتها في بيتها عشان ابوها امها مش موجودين في البيت وبيتكلموا ويحكوا عن موضوع البنت اللي ماتت دي وصاحبتها بيقولولها انها ماتت بسبب ان فيه عفريت اختصابه وبقت حامل منه تغيين فيه قبلها بنتين الجن اختصابهم وماتوا بنفس الطريق يعوذ بالله اوبا يعني كده العفريت ده كان بياخد ابنة الجن ابن العفريت من البنت اللي ماتت دي وكمان رفيق هو اللي بيساعده على كده دعاء بتقولهم بطلوا خرف ايه اللي انتوا بتقولوا ده ما فيش الكلام ده يا بنت انتوا هي دي كلها تخريف انتوا بتصدقوا برضو الكلام ده انا عن نفسي ولا يشغلني الكلام ده خالص انا ما بيصدقش في حاجة زي كده ممكن تحصل البنات صاحبتها بيقولولها تبخلي بالك يا دعاء عشان اللي بتستخفى بالكلام ده بيحصل لها حاجات وحشة اي جن بيكون بيبصها على البنت من الشباك ومرئبهم وبيقتعلوهم النور بتاع البيت بس دعاء بيكون قلبها جامد وما بتخفش وبتخش المطبخ وتتحرك في البيت براحتها مش بس كده دي بتعمل فيهم مقلب وتخدوهم كمان جامد وبعد ما ييجي النور بتفضل تضحك وتقول لهم ايه بتخضيتو ده انتو طيق يا عربكو خفيف خالص صاحبتها امل بتقول لها ماشي يا مقلب جامد خلي بالك من نفسك بقى وانتي بايتها لوحدة بس بعد ما صاحبتها بيمشوا الجن بيكون حط عينه على دعاء يا حظك يا رفي دعاء بتكون في بيتهم بتسمع صاحبتها بينا دعاء ليه وبتروح تبص بتلاقيش حد وبتخرج برا البيت وبتكون فاكراهم بيعملوا فيها مقلب بس برضو ما بتلاقيش حاجة وبتخاف قوي بعد شوية بتسمع صوت غريب في البيت بتخاف وتروح على الباب عشان تفتحه بس الباب ما بيفتحش ودعاء بتتعيب اكتر وبتطلع عودتها وتنام على سريرها وهوب الجن بيخش على دعاء عودتها وبيختصبها وهي في سريرها بس دعاء مش قادرة تتكلم ولا تصرخ ولا قادرة تطلع صوت من الرعب اللي هي فيه من اللي بيحصل لها تاني يوم الصبح بتفوت عليها صاحبتها امل بتلاقيها متغيرة خالص ومتدايقة قوي بتقول لها مالك يا دعاء دعاء بتقول لها بعدما كنا عادين مع بعض مبارح وكنا نمتكلم في اللي بيحصل للبنات في القرية والجن اللي بيختصبهم ولا مكنش مزددها الكلام ده وبقول لكم ان مفيش حاجة من دي بتحصل امل بتقول لها اه وبعدين دعاء بتقول لها بعدما انت ومشيتوا لقيت في أصوات وحركات بتحصل في البيت وروعت على سريري ونمت بس قبل ما نام لقيت في جن بيختصبني امل بتتخضى قوي بتقول يا ساتر يا رب عوض بالله من الشيطان الرجيم تبقى تعملي ايدي الوقتي دعاء بتقول لها مش هعمل حاجة خل المنطقة ده سر ما بيننا امل بتقول لها بس كده غلط لدعاء تالي نروح لشيخ موجود في القرية اللي جنبنا ده شيخ معروف عنه انه بيفك السحر والاعمال وليف شغل الجن والعفاريت ده وكل اللي بيروح له بيخف على ايده دعاء بتقول لها لا قبلاش انا جددت بتلبش من السيرة دي وبعدين طب ما مساعدش البنات اللي حصلون كده قبل دعاء بتقول لها همين قالك بس انه رحوله من اصله ما يمكن خافوا زي كده ماردوش يروح انا ليا ابن عمي كان لابسه جن وراح للشيخ ده والشيخ مسكه جامد وقرع عليه قرآن وخرج العفاريت منه تعالي اللوحه من جره بس هو ما بتكلمه بيسمعوا صوت بره البيت وبيكونوا الصوت ده يا شيخنا ومش عارفة تعمل ايه الشيخ بيقوم صاب بمية في الطبق اللي قدامه ويعمل شوية حاجات كده كأنها تعويزة معينة وبعدها بيجيب له جني بيشوشوشله في ودنه وبعدها بيقول هو انت يا ابن الملون هو انت مشابطة اللي بتعمله ده طب انا وراك وراك لحد ما خلص عليك خالص وبيقول لهم ان اللي عمل كده معاك يا دعاء هو زيفار جني شراني وبيحب يكون لي زرية كتير من الجن من بنات الانس وللأسف بنات كتير بيكون ضحية للي هو بيعمله امل بتقوله طب ايه الحل يا شيخنا دعاء تعمل ايه الشيخ بيقولها فيه اكتر من حل قبل ما اقوله على الحلول اهم حاجة انك تقطيع لقتك باي حد تعرفين حبيبك خطيبك ومتتكلمش معاك خالص عشان لو بطلته وتكلمه العفريت زيفار هيجننه ويخليه يمشي يكلم نفسه وهيقزيه جامد اما اول حل بقى ان الجن من العفريت ده هيفضل في بطن الام تسع شهور وعشر تيام وفي خلال الفترة دي الجن من العفريت هيجبر بس بطن امه مش هتجبر وبعدها هيجي العفريت زيفار في المعاب الليل وياخد الجن بعد ما الام تموت الحل التاني انك فيلت ولاية الجن من العفريت اللي في بطنك ده تتجاوزي واحد من الجن ويقبل ان يكون قابل جن من العفريت اللي في بطنك بس خلي بالك طول فترة الحمل انت لازم هتاكل فضلات الحيوانات عشان هما بيحبوا الاكل ده قوي وبكده هتكوني بتحافظي على صحة الجن من العفريت اللي في بطنك ده وتستني معاد الولادة وتتجاوز العفريت وبعدها هيخد الجن من العفريت اللي هتخلي فيه ويمشي وانت هتخفي وتيبقي زي الفل طبعا امل ودعاء بيترعبوا من اللي هما بيسمعوا ده ودعاء بتقول لامل انت سمعت الشيخ قال ايه انا مستحيل عمل كده يعني اتجوز عفريت يعني ايه اكل فضلات البهاين على موت نفسي افضل الشيخ بيقول لها ده برضو ممكن يكون حل من الحلول بس اسوء الحلول امل بتقول لدعاء الظهر كده نو مفيش قدامي غير كده وقال لي هتموت يا دعاء معلش استحميل حد ما ناخرص من الجن من العفيد ده تاني يوم بتروح دعاء تقطع علاقتها بحبيبها غيط وبتقول له هي قلبها بيتقطع ابعد عني انا خلاص مش عاوزك ومش بحب وبتروح دعاء كل يوم بالليل للمزرعة عشان تاكل منفضات الحيوانات اللي فيها وترجع على بيتها وفي مرة بتلاقي ولد رفيق ماشي وراه وبتمسكه وبتتخنق معاه وتوقعه على الارض وتقول انت وشبطة لتمشي ورايه ولا ايه انت عاوز مني ايه هادي انت على فكرة بقى انت ليك يد في اللي بيحصل لي ده انا مش نفسي لما جينا كان عندي في البيت وكنت مرعوبة وقلت لك خش وشوفي ايه ومع انك بتعرف تشوفهم كويس كدبت عليا وقلت لي مفيش حاجة كدبت عليا ليه انت عاوز مني ايه ادي عليك بايه وانت فيك كل العبر اوعى توريني وشك تاني المهم يوم وراء التاني وليل وراء التانية بتعدل تسع شهور والعشر تيام على دعاء وفي يوم الولادة الصبح صاحبتها امل بتكون معاه وبتدخل عليهم مام الدعاء ومعها سحلب ودعاء ما بترتشري شرب منه وبتمسك بطنه مام الدعاء بتقول له صاحبتها امل صاحبتك بقالها فترة كبيرة مش بتاكل مش وبتشرب حاجة في البيت شو فيها مالها يا امل جايز مش عاوزة تتكلم معانا وهتتكلم معاك وتقول لك ايه السبب امل بتقولي دعاء هو في ايه امك بتادي التقلق دعاء بتقول لها انا ما بقدرش اهوة بنحيد اي اكل او الشرب نضيف عشان البيه اللي في بطني بيحبش الاكل بتاعنا واول ما ما الاكلة والشرب بيكون قدامي بطني بتوجعني على طول انما في الفضاءات والاكل المعفن محراط ده انا حاسة ان بطني بقيت مقلب زبال يا شيخ امل بتقول لها خلاص هانت كلها النهاردة بس وعتخلصني من اللي انت فيه ده دعاء بتقول لها انا خايفة قوي يا امل امل بتقول لها ما تخفيش يا دعاء كل حاجة تكون كويسة ان شاء الله يلا بينا بقى عشان نروح للشيخ وبتروح دعاء للشيخ اللي بياخدها ويروحها من المقابر وبيكون رفيق ماشي وراهم كالعادة وفي الوقت ده بيكون زفار في بيت دعاء وبيدور عليها في البيت كله عشان ياخد ابن الجن ابن العفريت منه بس مش بيلاقيها في البيت وبيتجنن وبيجري في الشوالع يدور عليها وبيقابل رفيق اللي بيحكيه على ما حصل وبيدلو على مكان دعاء وبيروح للمقابر بس بيلاقي الشيخ واقف له وبيقول له حسك عينك تدخل هنا يا زفار لو دخلت هنا انا موت ابنك انا هجوز البنت الغلبانة اللي انت اختصبتها دي لعفريت من القبيلة اقوى منك ومن قبلتك وهيكون في ابا شرعي للجني ابن العفريت اللي فبطناه وهيطلع جني صالح مش فاسد زيق انا بحذرك يا زفار اياك تخطي المقابر في عفريت كتير هنا اصلتهم عليك وهيموتو العفريت زفار بيخاف من الشيخ وبيمشي دعاء بتكون مرعوبة وهتنوت من الخوف بس الشيخ بيطمنها وبيقول لها دي الطريقة الوحيدة عشان انقذك بيها يا بنتي وبيدي دعاء روب اسودة عشان تلبسه وبيقول لها اوعى تخرج من المقابر خالص يا دعاء لحد ما الفجر يقزن عشان بكده هتكون اتخلصتي من كل اللي فيك ان شاء الله ومعما حصل ما تسمعيش لحد بيندع عليكي مهما كان هو مين حتى لو انا نضعت عليك وقلتلك يلا بينا نمشي من هنا تسمعيش كلام ماشي دعاء بتقوله مش وبيبدأ يعمل التعويزة عشان يحضر العفريت اللي هتتجوز دعاء بس وهو بيقرأ التعويزة دعاء بتسمع صوت حبيبها غير بيندع عليها بيقول لها تعالي يا دعاء انا عاوزك ضروري انا مش همشي من هنا يا غلى ما تيجي تعالي يا دعاء عاوز اقول لك حاجة دعاء بتروح له وتلاقيه واقف ورباب المقابر بتقوله امشي من هنا يا غيت بدل ما يحصل لك حاجة انا مش هقدر اخرج من هنا دلوقت ربي يقول لها انت بتعملي ايه هنا في نص الليل انت مخبية عليها ايه يا دعاء وابوك وامك عارفين انك هنا وده لأ تعالي معايا عشان نمشي من هنا المكان ده مش كويس دعاء بتقول له انت عرفت منين يا غيط ان انا هنا رب يقول لها لو احترك البيت وبصيت عليك من الشباك ما لقيت كيش ولقيت يا فيق في الشارع وهو القلدنك هنا دعاء بتقول له رفيق قص المصايب كلها وبتزرخ فيه وتقول له انت مش غيط انت زي فور العفريت امشي من هنا انا مش هاجي معاك كيفية اللي انت عملته فيه امشي من هنا بقولك بيتحاول شكل غيط وصوته بيتغيى يقول لها بقولك تعالي هنا وديل جني ابن العفريت ابني اسمعي الكلام احسن لك انت مش هتعرفت خلاصي مني مها ما حصل بس دعاء بتسيبه وتجري ترجع للشيخ اللي بيكون محضر العريس قصدي العفريت وبتترعب اكتر وبتقول يا ربي انا هتجنن انا خلاص عقلي هيتين من اللي بيحصل لي ده الشيخ بيقول لها ما تخفيش وتعالي عودي يا دعاء وبيقعدهم قدام بعض والشيخ بيسأل دعاء انت عاوزة مهر يا دعاء دعاء بتقوله لا مش عاوزة الشيخ بيقول للعفريت اهو شفت احنا بنشتري راجل قصدي بنشتري عفريت وبنتنا مالهاش طلبات خالص كل اللي مطلوب هو الحماية والجواز هينتهي بعد ما تاخدوا ابنكم الجن ابن العفريت اللي في بطنها وبيجاوزوا من الشيخ جواز شرعي وبعدها دعاء بتقعد تحت شجرة والشيخ بيقر عليها كرآن والجن ابن العفريت بيطلع من بطنها واحدة واحدة وبياخدوا الشيخ ويديه للعفريت وبيقوله كده احنا وفينا بوعدنا وبعد الفجر هيكون الجواز انتهى وبعدها الشيخ بيروح يوعد مع ضعاء ويفضل هيقر قرآن لحد ما كلمة الله اكبر بتملى السماء وبتخلصها من كل شر عايز اقول لكم ان لسه في جزء تاني للفيلم ده فشغلوا قرآن في البيت بقى يا كماعة او ما تتفرجوش على الفيديو بالليل اصلا وكده احنا وصلنا لنهاية الجزء الاولاني ما تنسوش تعملوش ترجع في القناة بتاعت الاولانية والقناة دي وفضلوا الاكاونت بتاعها على انستجرام يارب يكون فيديو مرة دي عقبكم السلام عليكم